السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 8 من الشابطة الثالث هنتحدث عن الكريستاليوغرافيك فور دايريكشن يعني ايه الكلام ده كريستاليوغرافيك ده سعب نسميه الميلر اندزيز دايريكشن يعني كريستاليوغرافيك فور دايريكشن نسميه الميلر اندزيز دايريكشن يعني المقصود به إحداثيات ميلر يعني ايه الكلام ده كريستاليوغرافيك جاي من كريستال وجرافيك يعني المقصود الرسومات أو الرسوم داخل البلورة عاوز أجيب أبعاد أي زرة داخل البلورة بأي شكلهاية في الحقيقة احنا بنعمل القصة دي وعندنا خمس خطوات عشان نقدر نحدد الميلر اندزيز دايريكشن نمرة واحد determine start and end the point يعني بحدد نقطة البداية ونقطة النهاية للديريكشن النقطة البداية بx1 y1 z1 نقطة النهاية x2 y2 z2 بعد كده subtract and end the point from start بعد كده بطرح إحداثيات نقطة النهاية من البداية يعني عندي x2 x1 y2 y1 z2 z1 بعد كده put the result in miller and disease form وزود كما like يعني أنا بحط النتيجة اللي هي نتيجة للطرح دي بين قصين مربعين اللي هما قصين ميلر and disease تمام من غير كما طيب نشوف الخطوة اللي بعد كده رقم أربعة clear friction if any by multiplied the place of the fracture أو the fracture هنعمل إيه؟ لو عندي كسور أشيل الكسور طيب أشيل الكسور إزاي بأن أنا وحد المقامات تمام؟ هو في الحقيقة كل الخطوات دي هتتضح يعني وضوح وضوحا جليا لما نيجي نعمل examples ونحل examples مع بعض نمرت خمسة أسأل نفسي سؤال put the negative sign if found over the number لو عندي علامة سالب أحطها فين؟ يعني أقدر ناتج الطرح والكلام ده قداني أرقام مثلا رقم مثلا على سبيل المثال بالمنظر ده طيب أعمله إزاي في جاكل ميلر إنزيز يبقى روح عامله كده أدي القسين المربعين ودي الواحد الصفر وأدي الواحد وأدي الصفر ويبقى السالب بحطه فوق الرقم السالب من فوق تعال نشوف بعض الملاحظات على الميلر إنزيز دايريكشن قالك دايريكشن and it is negative are not identical يعني إيه الكلام ده؟ طيب أنا بتكلم دلوقتي على دايريكشن هل يعقل إن الدايريكشن وعكس اتجاهه يبقوا متكافئين؟ لا طبعا غير متكافئين وغير متطبقين تمام؟ يعني مثلا لو عندي ميلر إنزيز دايريكشن واحد 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 أكيد لا يتطابق ولا يتساوى مع واحد واحد سفر عفوا مع واحد واحد سالب واحد لأن معنى كده إن دا اتجاه تاني مخالف وبالتاني ما ينفعش تمام؟ طيب الحاجة التانية إن الدايريكشن and it is multiple are identical يعني في الحقيقة هنا بيقولك لو عندي دايريكشن واحد 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 يبقى ما تطابق مع الدايريكشن 222 يتطابق مع الدايريكشن 333 يعني خلاص الليقول في المنتهى البساطة معناها إيه؟ معناها إننا لا يشترك بعدي عن الشيء اللي أنا متاجه ليه يعني مثلا بسأل بسيط جدا اتجاهنا للقبلة أثناء الصلاة هل يعتمد اتجاهنا للقبلة أثناء الصلاة على بعدنا عن الكعبة؟ أبدا اللي في الصين متاجه للكعبة واللي في الشارق متاجه للكعبة واللي في الغرب متاجه للكعبة هو بعيد عنها يدقيه مش مهم لأن هي طالما إحنا بنتكلم على اتجاه مش بنتكلم على مقدار الحاجة الثالثة certain group direction are equivalent يعني مثلا لو عندي عيلة من عائلات الـ direction زي ما بتكتب كده بتكتب بالمنظر ده يعني معناه كده إيه؟ معناها إن الـ direction 110 يتطابق مع الـ direction 101 يتطابق مع الـ direction 011 واحد يا سلام أيوة نعم وأنا لسه أقال الكلام ده يعني إحنا في المنطقة البساطة ممكن يكون كلنا متاجهين لنفس الشيء لكن يعني اتجاهاتنا مختلفة لسه إحنا ما تجيين لنفس الشيء بالضبط زي ما بيحصل مثلا النظر إحنا نبص نلاقي نفسنا متاجهين لإتجاه واحد على رغم اختلافات إيه؟ أماكن يعني أنا لسه أقال من شوية أنا اللي في الصين متاجه للكعبة هو بيصلي واللي في مصر متاجه للكعبة هو بيصلي طب هي الصين جمي مصر أبدا واللي في أمريكا متاجه للكعبة هو بيصلي طب هي الأمريكا جمي مصر ولا جمي الصين أبدا واللي في فرنسا متاجه للكعبة هو بيصلي كلنا متاجهين لإتجاه واحد على رغم اختلافات الديريكشن بتاعتنا لكن الديريكشن مش مختلف احنا نفس العيلة لأن كلنا متاجهين لإتجاه واحد